ناقش محافظة ومحافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي نشاط مركزي الأورام في المكلة وسيئون والخدمات العلاجية والتعوية التي يقدمها للمرضى جاء ذلك خلال لقائه مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بوزارة الصحة العامة والسكان جمال عبد الحميد ومدير دائرة البحوث والإعلام الدوائي بالهيئة العليا للأدوية بالمركز الرئيسي بعدا والمدير التنفيذي لمؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان الدكتور وليد البطاطي ومدير مركز الأورام بالمكلة دكتور زكي صعنون وأشاد المحافظ بجهود مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان ومركز الأورام في تقديم الاستشارات الطبية والعلاج المبكر والتوعية بمرض السرطان لألاف المرضى على مستوى المحافظة وعموم محافظات الجمهورية والقرن الأفريقي الذين يتوافدون للعلاج في مركزي الأورام بالمكلة وسيئون وأكد المحافظ ضرورة توسيع المبنى الحالي لمركز الأورام بالمكلة أو البحث عن مبنى جديد لزيادة السعاء السريرية للمرضى